بعدين شيء اللي بيجزبني اعجبني في شخصية يسوع المسيح اعطى الفرصة لاتباعه ان يتركوه واعطى الصعوبة باتباعه من اراد ان يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم يتبعه في ناس كتير تركوه في يحنى 6 اتكلم مع التلاميذ قال لعلكم انتم تريدون يعني اعطاهم الفرصة ان يتركوه قال بطرس الى من نذهب وكلام الحياة عندك فاذا يعني في المسيحية عندك القرار عندك الاختيار وكل انسان لازم واجه الدين ونواجه الرب ما فيه بالمسيحية اشي اسمه اجبار انت حرد تقامن بمين ما بدك اذا انت مسيحي وغيرت دينك لدين اخر طبعا تعتبر خيانة تعتبر انكار ليسوع المسيح وهذه واحدة من ابشع بل اشمع الخطايا اللي بواجهها الانسان عندما يقف امام الله لكن مش رايح اي مسيح يمسك سكينه يقطع رائبتك ولا فيه تهديد ما فيه شو اسمه حد الردة خلاص انت حر تقامن بمن تقامن انا بحكي لك عن يسوع المسيح اعجب في شخصيتي بسبب حياته الخارقة من اجل خلاصه من اجل محبته من اجل معجزاته من اجل تعليمه بكل شيء عمله يسوع المسيح متفوق لا مثيلة له ما فيش تشابه مع اي شخصية اخرى في هذا الموضوع بينما خليني اسألك اذا انت بتشاهدني انت من اي دين اخر ولو انت بدك تصير مسيحي شو رح يصير فيك مشان هيك انا بشكر رب من اجل كل اخوة اللي بسلموا حياتهم للمسيح باعداد كبيرة من خلفية غير مسيحية من مسلمين حتى بيجوا للمسيح لكن خلاص بيكون تصميم وقرار انه تغيرت حياتهم حتى الموت مستعدين يضحوا لانه لمسوا الحياة الابدية في شخص يسوع المسيح اشتركوا في القناة